السلام عليكم اخواني ومرحبا بكم في قناتكم مشاهد الحدث وإليكم التفاصيل ثلاثة مغاربة ينفسون على الجوائز الأفضل بAFFS وترتيب تاريخي للكابي رشح الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء AFFS ثلاثة مغاربة لجوائز الأفضل في سنة 2024 وتم ترشيح الحسين عموت مدرب الجزيرة الإماراتي الحالي ومتخب الأردن سابقا لجائزة أفضل مدرب للمتخبات الوطنية في قائمة يتنافس فيها عشرون مدربا يتقدم مدرب منتخب إسباني الويس دي لافوينتي ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إلى جانب تلأ من المدربين العالمين كما تم ترشيح الدول المغربي بلال الخنوس لاعب ليستر سيتي الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب واعد للسنة في قائمة تضم خمسة وعشرون لاعبا من أبرز المواهب الرياضية في العالم يتقدمهم كل من الإسبانيين لامين يامال وقافي من برشلون الإسباني وبرازيلي أندريك والتركي أرضى غولر من ريال مدريدة وفي فئة تحكيم السيدة تنفس الحكمة بشرى الكربوبي على جائزة أفضل حكمة في سنة 2024 في قائمة الضم عشر حكمات من بين الأفضل في العالم وفي السيق داته كشف الاتحاد الخاص بالتجميع الإحصائية والأرقام عن تصدر أيوب الكعبي مهاجم المنتخب الوطني وأولمبياكوس اليوناني جذوى الترتيب أفضل هدى في العالم لسنة 2024 حيث يتم احتساب أهداف اللاعبين مع المنتخبات الوطنية والمسابقات القرية الكبرى في الفترة ما بين فاتح يناير 31 أكتوبر 2024 واستجل الكعبي 18 الهدف متبوعا بنجم العين الإماراتي ولعب الأسود سوفيان رحيمي صاحب 17 هدفنا فيما يحتل النجم الإنجليزي ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني هاريكينا المركز الثالث بـ 15 هدفنا اشتركوا في القناة